الكلام عن نهائي أمم أفريقيا مستمر واللي بنتمنى كلنا أن يكون النهاية إن شاء الله صعيدة لمنتخبنا في مشاركته في كأس الأمم تعالوا دلوقتي نشوف التقرير ده ونرجع ونستكمل أخبارنا لمنتخب مصر تاريخ ذهبي لا ينسى في نهاية أمم أفريقيا في النهاية للفراعنة صوالات وجولات لا تنسى مباريات خالدة في عقول الجماهير مباريات أصبحت تاريخية وأسطورية آخر انتصارت مصر في نهاية أمم أفريقيا من 12 سنة وتحديدا في 2010 في أنجولا وقتها كان المواد بين مصر وغانا القوية في النهاية وفاز المنتخب بهدف مقابل لاشئ سجل محمد ناجي جده في الدائه الأخيرة حسمنا بها لقب البطولة وحققنا حلم الثلاثية التاريخية وحصد أمم أفريقيا ثلاث مرات وربع في نفس الوقت الثلاثية وحلمها الكبير بدأ في 2006 عبر نهاية تاريخي لا ينسى كمان نهاي لعبنا خلاله مع كاتف وار وجيل دروكب العظيم ماتش مثير جدا 120 دقيقة بدون أهداف لتأتي ركلات الترجيح ويحسمها الفراعنة لصالحهم ويحصدون اللقب في عام 1998 في بوركينا فاسو موعد آخر لا ينسى مع نهاي تاريخي في حياة الجماهير نهاي مصر وجنوب أفريقيا وقتها مرت 12 سنة بدون تتويج وقاد محمود الجهر المدير الفني للفراعنة للفوز بهدفين مقابل لا شيء سجلهما أحمد حسن وطارق مصطفى وتوجى بطلا في عام 1986 كان المواد مع نهاي آخر لا ينسى الفراعنة أمام الأسود الكاميرونية جيل عظيم لا ينسى من اللاعبين خضنا 120 دقيقة صعبة في البطولة انتهت بالتعادل السلبي وفي نهاية المطاف فوزنا بركلات الترجيح وغدا في الكاميرون وبهذه الذكريات السعيدة تنتظر جماهير مصر كلها فوز مصري آخر لا ينسى وتتويج بطلا للقارة السمراء للمرة الثامنة في التاريخ اشتركوا في القناة